السلام عليكم يا شباب وأهلا بكم على قناة كارديو ماينز ومع رابع فيديو جايدلاينز للفينتريكلر أوريزميا والصدن كارديك ديث ونعرضة هنتكلم عن موضوع انتريستين جدا وطبعا هيفدنا في الكليينكال براكتس وهو إزاي أتعامل في الأكيوت سيتيواشن وفينتريكلر أوريزميا سواء أنا في الطوارئ أو في السي سي يو أو في الآي سي يو أول سؤال لازم أسأله لنفسي لما أتعامل مع حالة فينتريكلر أوريزميا هل في ريفيرسبل كوز ولا لأ لأنها في 50% من حالات الصدن كارديك أرست يكون في ريفيرسبل كوز لو أنت شخصته وصلحته هتنقذ المريض وتمنع تكرر الموقف ده أشهر حاجة إلكترولايت إمتالنس إنها بامة بنتشك السيرم إلكترولايت في أي عيان جايب VT الهايبوكالسيميا مثلا بتؤدي لكيوتي انتورفل ده بيتريجر فينتريكلر أوريزميا أشهرها التورسال الرابيد رايز في الأكسترا سيلر كوتاسيام ممكن يؤدي له أسستوري ده برضو هيؤدي لصادن كارديك الرست الهايبوكالسيميا والهايبومانجنزيميا طبعا من الأسباب الشهيرة برضو لكيوتي انتورفل السيفير براديكارديا ممكن تؤدي لبرادي ديبندنت أو بوز ديبندنت VT نتيجة إن بيصل كوريسبونينج إنكريز في الكيوتي انتورفل فرولونجيشن الاسكيميا والكراونري فازو سفازمة طبعا من أهم أسباب ال VT والصادن كارديك الرست اللي دائما بنكون بنفكر فيهم عشان لو شخصناها المريض ده هنجري به على الكاثاب الفيفر في حالات السبسيس ممكن تكون أحد الأسباب الأكيوت ستورفيشن أو الاكستنسيف دايتينج داي في حالات الأنوركسية نيروزة طبعا ده بيبريسيبيتات إلكترولايت برضو ممكن يكون من أسباب الفنتريكلير أوريزميا وطبعا الميديكيشنز من أهم الحاجات اللي لازم أسأل عليها سواء ميديكيشن بتزود ال QRS أشهره من بتزود ودول طبعا لسة أدوية كتير جدا أو أدوية بتوقتي أشهرهم الفوتاسيوم ملحوظة مهمة إن البايشنز اللي بيسيرفيف من نتيجة إن فيه بيكون عندهم وفي ريسنت لارج أبزورفاشنال سادي على سيرفيفرز بيينت إن قلل من برغم وجود ولكن حتى الآن حالات نتيجة أكيوت ما بيستفدوش من عشان كده احتياجنا إن العين دوت يركب ICD من عدمه بيعتمد على الـ underlying cardiac disease اللي موجود أي نوع الـ reversible cause السبب دوت وإن أنا بعمل الـ individual evaluation للـ future risk للـ life-threatening ventricular arrhythmia أو للـ southern cardiac death بالتالي ريكمنديشن إن أي تسبب في الـ ventricular arrhythmia أشعرهم الميديكيشن لازم أوقفها لازم الـ الإلكترولايت الإمبالانس الإسكيميا الـ الـ هيبوكسيا أو الفيفر ولو فيه possible correctable cause أنا ممكن أفكر فيه ICD ولكن ده يعتمد على الـ individual evaluation للـ risk of subsequent ventricular arrhythmia أو sudden cardiac death يعني مش كل المرضى اللي قال لهم VT أو VF حتى نتيجة هيحتاجه ICD في قاعدة شهيرة إحنا كلنا عارفينها من ساعة ما بدأنا الـ practice بتاعنا إن أي حالة sustained monomorphic VT لازم نعملها termination بسرعة لأنها حتى لو hemo-dynamically tolerated ممكن يحصل rapid hemo-dynamic deterioration والعنده يتحول لـ VT وشوك أو ممكن VT تجيجنرات into VF ده السبب أن حالات VT في الطوارئ بتعتبر من أكتر critical condition اللي تستدعي تدخل سريع في الـ guidelines السابقة للـ ventricular arrhythmias والـ sudden cardiac death اللي أصدرت في 2015 كان الرول بتاعتهم إن أي VT على طول electrical cardioversion by synchronized DC shock regardless لـ hemo-dynamic status وكاد ريكمنديشن إن طبعا class 1 إن أنا أستخدم DC cardioversion لو العيان sustained VT مع hemo-dynamic instability لو الـ patient عنده hemo-dynamically tolerated VT وsustained وما فيش structural heart disease للي حالات الـ idiopathic RVOT تاكيكاردية ممكن أستخدم في الكنايد beta blocker veropamil أو amiodarone بس دا كان class 2B لكن القاعدة AVT DC shock هل بقى في اختلاف في الـ guidelines الحالية 2022 DC shock ما زالت في الـ guidelines الحالية strictly indicated في أي hemo-dynamically unstable VT لنه دي هنا life saving دي ما فيش اختلاف عليها ولكن لو hemo-dynamically stable لازم أفكر قبل ما أقول يلا هدي DC shock هل في ريسك من السيديشن أو النتيزية في العيان ده ولا لأ لأننا مش هدي DC shock على الصحي فالعيان ده لو all age أو عنده multiple comorbidities هل ممكن يتأثر سلبا من السيديشن بدل ما يتأثر سلبا من VT لأن لو في concern على الموضوع ده ساعتها هفكر في الـ هنا أنا بتكلم في حالات الـ 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 الشهيرة قرنت بالـ وبيّنت أن بيتميز بأنه عنده للـ وأقل في نسبة ده كت اللي بيّنت أن يرجع يستعيد دوره في ولكن خلي بالنا أن الـ ما ينفعش أستخدمه في الحالات دي زي لأن أنا بتكلم على اللي بيكون دي ممكن يأدي الـ ففي الحالات اللي زي دي يفضل أبعد عن الـ 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 دو بيوضح لنا إزاي نتعامل مع حالة تاكيكارديا لأنه هو ده الـ الـ اللي أنا بقوله في الطوارئ إن العين جاي لي ممكن تكون أو بنقول و سكن بوسيبليتي إنه ممكن يكون أول حاجة أشوف الـ لو العين هيمو دي أميدياتي أروح لي في حالات البالسلس VT أو الـ VF وما ننساش إن الكارديو ملوش أي دور في حالات الـ لأنها بتكون في خلال أقل من 30 ثانية لو الـ بقى هيمو ديناميك سريع سريع ولازم أعمل ECG عشان أعمل التكيكوريا ده هيفيدني بعد كده في تحديد الـ ممكن أفكر في الأدينوزين أو لو أنا شاكك إن ونخلي بالنا الأدينوزين مش بس لأ ده كمان ممكن لو كان سببها فحتى في حالات ممكن يستفيد من الأدينوزين بعد الكلام ده أقدر أحدد أو ساسبكتد إن يكون عنده ستركتر هارد ديزيز لو مفيش هستوري أو ساسبشن لوجود ستركتر هارد ديزيز بشخص إن ده اليوباثيك في تي لو التشخيص المبدئي أو المتشخص من قبل كده أنا بيقول فسيكلر في تي أنا ممكن أعتمد على لو مش ريس بلجأ للسين كارديو فيرجن لو البيش تشخيص لدي outflow tract VT أنا ممكن أعتمد على البيتا بلجأ لو أنا مش قادر أتأكد إيه نوع VT أو الميكانزم بتاعها وطبعا دوارد جدا وأنا في الطوارئ إن أنا مش قادر أحدد نوع VT ساعتها بسأل نفسي هل في ريس من السيديشن أو الأنسيز عشان قدي ديسي شوك ولا لا لو ما فيش أي كونسيرن أنا أرجع على طول لو في ريس نتيجة إن العيان سن كبير أو عنده كلاس تو إيه إن أستخدم أو بي إن أنا ممكن ألجأ أو الأجمالين أو أو يعني زي ما إحنا ملاحظين بيتفوق عليهم لو مش ممكن ألجأ للأدوية التانية لو أنا شايف إن في رسك من الأنثيزيا أو سيديشن مع ديسي شوك طب لو فرضنا بقى إن البيش ميدي هستوري أو ساسبكتد إن هو عنده ساعتها برضو هشوف الأنثيتيك رسك فور كارديو فيرجن لو مفيش رسك جو فور سنكرونيز كارديو فيرجن لو في رسك هستخدم ايضر بروكينمايد هو الفيست شويس لو مش هلجأ لل عشان ترمينات لو مش يبقى هستهد بسنكرونيز كارديو فيرجن يبقى ناخد بلنا إن لازم أوزنها لالانثيزيا أو سيديشن مش أجري على طول على ديسي شوك دون النظر للبيشن اللي أنا بتعامل معه يبقى ريكومنديشن سيمة يتعلق بساستين دمونيومورفك إن لو هيمو ديناميك طبعا لو هيمو ديناميك ممكن أستخدم ديسي بروفايدد إن الرسك من الأنثيزيا أو سيديشن يكون قليل لو تشخيصي إن البيشن ده جاي بإيديوباثيك أنا ممكن أستخدم في حالات الار في تي تاكيكارديا أو في حالات الفاسيكيلر في لو البيشن جايلي بريجلر طلوريتد أنا ممكن أستخدم او ولو البيشن نون أو ساسبكت إن عنده وهيمو ديناميك طلوريتد أنا ممكن أستخدم ميت ميليجرام بولوس ممكن أكررها بعد خمس دقايق لو مفيش ماكسمم خمسمائة لسبعمائة وخمسين ميليجرام وحاول إن إنت لما تدي إنجيكشن تكون سلولي عشان تأفايد لو البيشن جايب في غياب يعني إنت مش قد بتحدد هل البيشن دفع سيكلر ولا إيديوبافيك ولا إيه بالظبط أستخدم وطبعا إن في مع في غياب ممكن أستخدم أو الأجملين أو المانو ممكن ألجأ له في لو العيام مثلا مركب عشان الترمينة بتاعها أقل من ده ممكن أعملها عن طريق بس طبعا يفضل تكون في في الحالة الزيديت إن ما ينفعش أستخدمه من غير ما أكون عارف الميكانيزم لإن أنا لو افترضت إن وطلع تشخيصي غلط العيام ممكن يحصل له هيموديناميك لو بتكلم في وجود طب بالنسبة بقى للإلكتريكال ستورم أتعامل معها إزاي تعالوا نفكر نفسنا بالديفنيشن هي عبارة عن سواء VT أو VF خاصة للثلاث مرات أو أكتر في خلال 24 ساعة ما بين كل إبيسود والتاني على الأقل خمس دقايق وكل مرة بحتاج أترمينية الفنتريكال بإنترونيشن سواء المريض عنده ICD أو ما عندوش ICD البيشنس دول بيكونوا عرضة لحدوث لك وأنت تخيله كم الديسي شوكس أو الشوكس اللي من الـ ICD اللي المريض بيأخذها لأن الديسي شوكس دي ممكن تعمل في المايكورديام بالإضافة لأن ممكن في لحظة من اللحظات تتحول إلى ممكن تبقى مجرد بتاع الكهاز أو ممكن تبقى بترجع بسرعة جدا نخلي بالنا إن العين لو مركب ساعات بتكون زي في حالات أو يعني مش كل اللي العين بيحصل عليها بتكون نتيجة ساعات بتكون طب في حالة إيه الحاجة المفروض أعملها أولا لو العين مركب وعمال ياخد أنا لازم أوقف عن طريق أو لو حتى ما عنديش في المكان اللي أنا فيه أحط مغناطيس على الجهاز لازم لو العيان جايب أنا بتعامل معاه وبالتالي ببدأ الالس وممكن ألجأ في حالة جاي بلس لس VT أو VF اللي ممكن تكون بتتسبب في بداية أو استمرارية الVentricular Arrhythmia أهمهم طبعا الالكترولايت أو الاسكيميا لأن دول هيعتمد عليهم أن أخد سواء أن أريفير العين للكاتلاب أو أن أنا أبتدي أدي IV بيعتمد على نوع وسبب الVentricular Arrhythmia اللي تسببت فيه الالكترول ستور في حاجة اسمها المالتي فاسيت الابروتش للمانجمين أو الالكترول ستور من أننا عندنا هنا باعتمد عليها في الكريتيكال كونديشن اللي زي دي أول حاجة ال ICD ري بروغرامينج مثلا أن أنا أزود النمبر قبل ما سويتش على شوكس بحيث أن العيان VT تبقى بإيزلي ترمينيت بالATP بدل ما يلجأ الجهاز أن يدليفر شوكس ممكن أفتح الATP في الف زون يبيتساعد أن العيان لو الجهاز شخص أن العيان عنده VTF أو VT في الف زون ساعتها هو بيعمل الATP بحيث أن لو ساكسس وال ان يترمينيت الف تي ديت ساعتها الجهاز هي أبورت الشوك في حالة أن العيان بيحصل على للSVT أو الاف أزود اللي مطلوب عشان الجهاز يشخ تستدعي في حالة أن المريض بيحصل على لازم أبتدي بداية بالبيتا بلوكرز زي بروبرانولول بيكون سلح مهم جدا وساعد ممكن أضطر أضيف معاه لدوكين لو العيان مش مستجيب أو عنده للأميودرون اللانديولول هو بيكون في حالة الريكارنت الميودانميكلي اللي بتكون للأميودرون ممكن أستخدم البروكينمايد أو الكينيدين على حسب situation ونوع الفنتريكلي أريزميا والاندرلائي ديزيز اللي تسبب في الالكتريكال ستور بيكون مهم جدا عشان أقلل من الناجم عن الديسي شوكس للعين بياخدها وطبعا ده هيساعد من ويقلل من السيمباثاتيك تون اللي بيعتبر برو أريزموجينيك في الحالات اللي زي دي ممكن بقى أضطر ألجأ مع وميكانيكال طبعا بيعمل الكلمة بقى دكتور التخدير لو في ومالتبل شوكس في خلال ساعات قليلة بالرغم من استخدام بالنضاء طبعا هيكون خطر جدا وبيعمل عنيف ممكن بقى ألجأ لحاجة اسمها زي زي الثراثيك او البروسيجر الشهيرة اللي بنعملها في حالات كل ده برضه بيساعد انه الثيمباثاتيك تون فبيساعد انه اللي بتؤدي ليه الالكتريكال ستورم امتى بقى لازم أفكر في الكاثيتر أبليشن حالات اللي هي تعتبر اللي بتؤدي الالكتريكال ستورم وبتكون في الأغلب مع ديزيز طبعا ده هيقدي ان يحصل في الالكتريكال ستورم وبيحسن من او في حالات الانسيسنت سلو هنا الكاثيتر أبليشن بيكون مفضل طبعا على الانتي أريزميكس لان الانتي أريزميكس هنا مجرد انه تعمل سلو داون لل لكن مش هتترم لكن الابليشن هنا بيكون او في حالات كل المرضى دول هيستفيدوا من الكاثيتر أبليشن بلجأ بقى في حالة ان البيشن هيمو ديناميكي انستيبل لان بيينت ان كان فيه مع وممكن برضو ألجأ له أثناء الابليشن للهيمو ديناميك لان هنا أثناء في العيان هيدفلوب فممكن يستفيد من البيشن سبورت الدايجرام بقى ده بيوضخ أتعامل إزاي مع الالكتريكال ستورم أول حاجة أعمل أسيسمنت لأريزم أو لو بيش مركب إي سيدي أعمل للإي سيدي لو البيشن مركب إي سيدي وبيحصل على او زي في حالات إن البيشن عنده اي اف او او هنا أنا لازم أعمل اوقف الإي سيدي ثيروبيز عن طريق أو المجنيت وابدأ سبسيفيك تريتمنت للإي اف أو للإزي تي قد تستعدعي أبليشن لهم لو البيشن بيحصل على نتيجة نتيجة نن ساستين بي تي برضو الإي سيدي بيكون مهم وهو أف مؤقتا طب لو هفترض ده إن البيشن فعلا عنده نتيجة بي تي فبالتالي البيشن ده لو كان مركب هو فعلا بيحصل على أو لو حتى مش مركب البيشن ده دلوقتي جاي لبين يو دي دي نوز في تي هعمل ايه أول حاجة هأسس الهيمو دي ستيتس لو البيشن بيبدأ الالس الاجوروثم ده بيشمل او إن أنا ممكن أعمل في حالة الفلس أشوف نوع الفي تي سواء كوليمورفك أو مونومورفك لو هفترض إن الفي تي بوليمورفك لازم أفكر في ايه الاندرلاين اتيولوجي لو سببها اكيوت سكيميا يبقى أنها تعامل معا معاملة الاستامي والبيشن دي لازم يروح ارجنت لو في ممكن تكون هعالجها على حسب السبب اللي وصل له لو ساعتها أنا ممكن ألجأ للكاثتر أبليشن أو ممكن أستخدم الكينيديين ولكن حتى الآن ما فيش داتع الأفكاسي في كينيديين في حالة البي او في حالة الكارديو مايوباثيز لو البيشن عنده هنا أنا أشوف ال ال اللي أدى ال و و أقفو سوى بأكالة في ميديكيشن أو إلكترولي لازم أن أنا أبتدي مجنيزي أو بوتاسي على حسب أي نوع الإلكترولايت اللي ما موجود وال إيزو برينا بيهلب أن هو يسا بريس وال بيسينج ممكن يكون في حالات ال بريديكارديا عشان ده هيساعد أن هو يشورتن الكوتي انترفر طب لو البيشن بقى تشخص ب اللي هي مشهورة باسم لو البيشن عنده بروجادا أو هيستفيد من في بعض الحالات لو عنده بروجادا برضو ممكن يستفيد من أو كيندين أو أو ل يبع حتى الان الكيندين اللي هو ممكن أستخدمه في بروجادا في وكمان في سندروم لو البيشن بقى عنده يستفيد من البيتا بلوكرز البيسن ممكن ألجأ له لو البيشن عنده برديكارديا أو بتساعد ان يصل ل بوليمورفك VT أو VF هبتدي IV ماجنيزيوم أو بوتاسيوم ده هيساعد ان يشورتن البيتا سبتدي ممكن ممكن يكون في الحالات الزي دي وطبعا نحن نتكلم بالتفصيل أكتر في فيديو قادم عن لو البيشن بقى ستيل بيجيله ريكارند فينتريكرا أريزميا هنا الديب سيديشن مع الانتيوبيشن بيكون مهم وممكن ألجأ للميكانيكال سيركلاتري سبورت في حالة المونومورفك VT بقى لازم ساعتها أشوف الVT بردن لو زي في كلينيكال سيناريو ان البيشن بيجيله بتستدعي آي سيدي شوكس أو ممكن تبقى في حالة زي يديت بلجأ للآي سيدي بروغرامين أو سيديشن الان يدرون طبعا بيكون مهم من الو سيديشن لو استري كارن بفكر في الكاثتر أبليشن ديف سيديشن مع إنتيوبيشن أو ميكانيكال سيركلاتري ساپورت وممكن ألجأ للأوور طب لو بقى البردن أليل زي في حالات في الحالة دي برضو الائي سيدي بروغرامين بيكون مهم البيشن ده لو مش ماشي على أميدرون أو أنا مش هقدر أبتدي نتيجة على حسب الاندرلائي لو استري كارن ستورم أو البيشن وريدي بياخد أميدرون وبيجيله برضو هلجأ طبعا للكاثتر أبليشن يبا ركومندايشن فيما يتعلق بالإلكتريكال ستورم إن المائل بيكون مهم جدا عشان يقلم السيكولوجيكال سترس بيكون مهم في حالات الثرساب لأن هنا ممكن يعمل شورتن لل قوتي انتورفل الايزو بيكون لدور مهم في أنه يزود الهارد تريد لو البيشن عنده اكوائر لون كوتي سندروم أو ريكارن تورسات تيب وانت بالرغم من تصليح والماجنيزيوم لأنه زيادة الهارد تريد هنا هتعمل شورتن ال كوتي انتور الديب سيديشن مع الانتوب اللي الدكتور التخدير هيعمله ممكن يكون مهمة في حالة الانتركتابل الكاثتر هنا بقى بتكون كلاس 1 لو عيان جايلي بإنسسنت VT أو نتيجة ساستيند مونومورفك VT ورفراكتري للأنتي أريزميك درغز الكاثتر بقى بتكون كلاس 2 A في حالة الكينيديين ممكن ألجأ له في حالات البيشن سيلاعدهم كرونري ارتي ديزيز مع الالكتر لو البيشن عنده ريكار بليمورفك VT ورفراكتري للأنتي أريزميك درغز الأوتوناميك منديوليشن اللي هو أشهر حاجة فيهم الليفت كارديك سيمباتيك دينيفيشن ممكن برضو ألجأ له في ريفراكتري كيس ممكن يكون مهم في حالات البيشن اللي عندهم ريفراكتري إلكتريك مع كارديوجين شوك كده احنا وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا النهاردة نقدر نقول أن الاجيوت مانشم مش مجرد بس انك تترمينات الفيديو خلاص لأ أنا لازم أدور على وصلحها وأشخص الاندرلاين ديزيز وميكانيزم اللي البناء عليه وما ننساش إن لو هدي ديسي شوك فكر الأول في أو أناثيزية طالما هنا بشي نتكلم في شكرا جزيلا لكم على مشاهدتكم لهذا الفيديو هنلتقي الأسبوع القادم بقى مع للفنتريك أوريزم شكرا